مائة وخمس وستون دولة صوتت لصالح القرار وست دول أخرى في مقدمتها الكيان الصهيوني وقفت ضده مشروع قرار اعتمد في الأمم المتحدة حمل عنوان السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني وللعربي في الجولان السوري على مواردهم الطبيعية قرار ليس الأول ولن يكون الأخيرة في وجه احتلال ان قتل وشرد الإنسان ورسخ جهده لصرقة الأرض ومواردها فلسطين احتلت على مرحلتين بالـ 48 وفي الـ 67 أول شيء فعلوا الاحتلال في الضفة الغربية وأيضا حتى بالـ 48 هو السيطرة على مصادر الشعب الفلسطين وتحديدا الأرض والمياه وكانت أول قوانين حتى أصدرها الاحتلال في الـ 67 هي أولا السيطرة على المياه في الفترة الأخيرة ظهرت إمكانيات وجود غاز في الضفة الغربية وأيضا في سواحي الغزة هذه بلدة رنتيس غرب مدينة رامالله وسط الضفة المحتلة قبل سنوات عديدة اكتشف فيها آبر للنفط والغاز الطبيعي قدرت حسب شركات مختصة بما يزيد على نصف مليار متر مكعب من الغاز إضافة لما يربو على ثلاثة مليارات ونصف المليار من النفط الخام عالي الجودة وضع الاحتلال يده عليها وسرق مخرجات باطنها هناك حق البترول وغاز طبيعي فلسطيني في وسط الضفة الغربية يمتد من منطقة رأس العين في فلسطين المحتلة عام 48 إلى مشارف رامالله ونابلس حسب الدراسات المعمولة لغاية الآن حق المساعة حوالي 600 كيلو متر مربع رنتيسو إلى جانب عديد من الأراضي الفلسطينية والعربية التي سلب الاحتلال مواردها فمخططاته للعشرين عاما القادمة تفضي لتصدير أكثر من 500 مليار متر مكعب من الغاز والمستورد عربي أمر حذر منه اقتصاديون فلسطينيون الغاز الطبيعي هو ملك للشعب الفلسطيني وأقل ما يقدمه إخواننا العرب وتحديدا أشقاؤنا في الأردن هو عدم التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني فيما يتعلق في الغاز الطبيعي هذه الثروة فلسطينية ونتمنى على المواطن الأردني أن يكون المانع والواقي لما تريده إسرائيل من احتلال للاقتصاد الأردني سيل من القرارات الأممية التي تؤكد على حق الفلسطينيين في مواردهم الطبيعية لا يراها الاحتلال بعينه المجردة فسرقة هذه الأبار خير شاهد على ذلك لقناة اليرموك الفضائية محمد الأطرش من بلدة ترنتيس غرب رامالله أضفة المحتلة